اشتركوا في القناة سأضع لكم رابط تحميل هذا الموضوع في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو برابط مباشر وبسيقة PDF التمنين الأول لاحظ الضارة الكهربائية المقابلة جيدا الشكل واحد ثم أجبعني الأسئلة التالية أبناء هذه الضارة متكونة من بطارية أو عمود كهربائي فيها قطبان قطب موجة بقطب سالب أسلاك توصيل قاطعة مصباحان الواحد والاثنان مربوطان على التسلسل ومحرك مربوط معهما على التفرع معنى المحرك مربوط مع المصباحان على التفرع أو على التوازي السؤال واحد ماذا يحدث بعد قطعة أبنائي عندما نغلق القاطعة سنلاحظ تواهج المصباحان ودوران المحرك إذن المحرك يضور والمصباحان يتوهجان إذن بكل بساطة سأكتب الإجابة على ورقة أخرى إذن التمارين الأول السؤال واحد إذن يتوهج المصباحان آل واحد وآل اثنان ويدور المحرك السؤال الثاني أرسم باستعمال الرموز النظامية المخطط النظامي الموافق لهذه الدارة أبنائي قالك استعمال هذا هذه التي تعتبر معناه بالصوة الحقيقية لهذه العناصر الآن نستعمل رموز نظامية لكل عنصر ونصنع هذه الدارة أو نرسم هذه الدارة باستعمال الرموز النظامية إذن اثنين نستعمل أبنائي قالم الرصاص والمصطارة دوما الرسم يجب أن نستعمل قالم الرصاص والمصطارة نبدأ بالبطارية نسموها في الأسفل معناها لقنا نتبع الرسم بتاعنا إذن البطارية قطب الموجب تحاره من جهة اليمين إذن وهو خط طاويل والخط القاصير من جهة اليسار إذن هذا الموجب وهذا السالب القاطعة أبنائي هيراها من جهة القطب الموجب معناها ممكن نسموها هنا أو نسموها في هذا المكان لا بأسة إذن قاطع ثم نواصل بأسلك توصيل. لدينا مصباحا مربوطان على التسلسل أبنائي المصباح ضائرة فوسطها العلم فيه. إذن هذا المصباح الإثنان هو لرأم الأمور قاطعا بشرة إذن الثالثنان. ثم المصباح آل واحد على التسلسل مع المصباح الثالثنان. إذن ضائرة فوسطها العلم اكس أو العلم فيه أيضا. وهو المصباح آل واحد. إذن نواصل بأسلك توصيل أبنائي ثم ماذا لدينا لدينا محرك على التفرع مع المصباحان معناها نجم نرسموها بهذه الطريقة وهناك عدة طرق لرسم المحرك على التفرع إذن المهم نأخذ نقطتين معناه هنا وهنا مثلا المهم ما بين المصباحين إذن هكذا ثم نضع العلامة فيه إذن عفوا هنا ضائرة فوسطها آم وهو محرك إذن أموتر محرك جيد إذن لدينا مصباحان مربوطان على التسلسل بطارية قاطعة ومحرك على التفرع مع المصباحان السؤال الذي يليه ثلاثة ماذا يحدث لو نقوم بنزع المصباح الواحد من غمده قال لك لو كان نقلع المصباح الواحد من غمده معناه من مكانه ماذا سيحدث إذن عندما يكون لدينا عنصرين مربوطين على التسلسل ونقوم بنزع أحدهما معناه سينطافئ الثاني لأن في الحلقة الأولى معناه في الرطعة للتسلسل لو نقوم بنزع المصباح ستصبح الضارة مفتوحة في الحلقة الأولى وبالتالي لا يتوهج مصباح الثاني ولكن المحرك أبنائي معناه له حلقة أخرى لوحده معناه متكونة من قاطعة وبطارية إذن يضور عادي لأنه مربوط على التفرع إذن شنقوله ينطافئ المصباح الثاني معناه ويضور محرك الكهربائي إذن السؤال الثلاثة إذن إذا قمنا بنزع المصباح معناه آل واحد من غمضه ينطافئ المصباح آل إذنان معناه هذا لخصية اللي دارة مفتوحة في الحلقة الأولى ويضور المحرك الكهربائي ويضور المحرك الكهربائي ولا نقوله ويضور المحرك بكل بساطة السؤال الذي يليه أربعة ماذا يحدث لو نقوم بعكس أقطاب بطارية أبنائي الآن لو كان عكس أقطاب البطارية نلاحظ شيء واحد المحرك إذا كان يدور في جهة عقارب ساعة سنلاحظ أنه سيدور في الجهة المعاكسة معناه لما نحكس أقطاب البطارية ما هو الشيء الذي سينعكس سينعكس أو ستنعكس جهة تيار كهربائي إذا كانت معناه من هذه الجهة من الموجب إلى السالب تولي من هذه الجهة من الموجب إلى السالب إذن المصباحان يتوهجوا عادي ولكن المحرك يدور في جهة معاكسة للجهة الأولى ولكن يزمننا نهضر المصباحان أيضا قلت لك ماذا يحدث معنى اللي يكون في كل الدارة إذن السؤال أربعة إذن مباشرة إجابة مباشرة معنى إذا قمنا بعكس أقطاب البطارية إذن يتوهج المصباحان الواحد والاثنان عادي ويدور المحرك في جهة معاكسة للجهة الأولى معنى ترقيهم الأسئلة مهم جدا معنى هرانا هنا على السؤال الرابع سؤال الرابع جيد خامسا ما هو نوع الربط المستعمل في هذه الدارة على الليل إذن أبناء لدينا ربط على التسلسل في المصباحين معنى الحلقة الأولى وربط على التفرع معنى المصباحان مع المحرك مدام أن تسلسل وتفرع إذا ربط مختلط التعليل نقول له معنى لأن المصباحان مربوطان على التسلسل والمحرك مع المصباحان مربوط على التفرع أولا نقول له لأن الضارة تتشكل من حلقتان معناها لدينا طريقتين للتعليل إذن خامسا إذن ربط مختلط لأن المصباحان آل واحد وآل اثنان مربوطان على التسلسل والمصباحان مع المحرك مربوطان أو معناها تم الربط على التفرع هذه طريقة الأولى طريقة ثانية الدارة تتكون من حلقتان حلقتان الحلقة الأولى فيها ربط على التسلسل والحلقة الثانية ربط على التفرع معناها التسلسل معناها النصباحان مع المحرك معناها تفرع معناها مدام عن التسلسل والتفرع معا إذن ربط مختلط ربط مختلط إذن نجمع حلقة الأولى ربط على التسلسل الحلقة الثانية معناها مع الأولى ربط على التفرع التمرين الثاني الآن فوج الأستاذ أو أستاذ فيزياء التلاميذ إلى فوجين وقدم لهم الوسائل المناسبة ثم طلب منهم تركيب الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل اثنان وهذا أذكر العناصر الكهربائية التي استعملها التلميذذ في نهاية دارة الكهربائية الل لآن فالتبط الآن فالتبط للعناصر. ابناء ما هي العناصر المستعملة هنا. اول عنصر بطارية او عمود كهربائي او مولد كهربائي. ثاني عنصر اسلك التوصيل. ثالث عنصر قاطعة بسيطة منجم نقول له لا مفتوحة مغلوقة منجم مش نعرفه الان. لدينا الان مصباحا مربوطاني على التسلسل. اذا العناصر. الاجابة عن الثمانين الثاني. السؤال واحد اكيد. اذا العناصر الكهربائية معناه المكونة للدارة في الشكل اثنان. اول العنصر بطارية او عمود كهربائي. ثاني عنصر اسلك التوصيل. ثالث عنصر قاطعة بسيطة. ما انا عارفه لا مغلوقة او لا مفتوحة. معناه العنصر الرابع الان. مصباحا على التسلسل. نقول له مصباحا. لننزوش مصابه الواحد والاثنان. معناه لا داعي لذكر الربط. طريقة الربط معناه يجيب سؤال اخر. اثنان ما نوع الربط المستعمل في هذه الحالة. هو السؤال. اذا ما نوع الربط المستعمل معناه في معناه للمصباحان. ربط على التسلسل. ابنائك جوفوا بالدارة في حلقة واحدة فقط. ربط على التسلسل فقط. اذا نقول له علل او التعليل نقول له لان الدارة فيها او مكونة من حلقة واحدة. ان حلقة واحدة تضم مصباحان وقاطعة وبطارية. اذا سؤال اثنين. ربط على التسلسل لان الدارة الكهربائية تتكون من حلقة واحدة. حلقة واحدة. هذه الحلقة تضم مولد. معناه نجم قلو حلقة واحدة تضم مولدا واحد. معناه ليق يلزم يكون مولد. هو الاساس. السؤال ثلاثة. ارسم المخطط نظامي الموافق لهذه الدارة الكهربائية مبينا عليه جهة التيار كهربائي. شعرنا بطارية القاطعة راهي من جهة القطب الموجب. مصباحان الاثنان مورا القاطعة مباشرة الواحد. ونعود ننوله للبطارية باستعمال الرموز النظامية. اذا السؤال ثلاثة. البطارية راي في الاسفل نرسم البطارية في الاسفل هكذا ابنائي. معناه خطان متبعدان احدهما طاويل وهو الموجب والاخر قاصر وهو السالب. القاطعة من جهة القطب الموجب ابنائي هكذا. قاطعة نديرها مغلقة. لقد قلت لك دير جهة التيار باش يمر التيار لك تكون مغلقة. مش نديرها مفتوحة. ثم مصباحان. مصباح الاثنان قلنا من جهة القاطعة مباشرة ضائرة فوسطها في هذا الاثنان. ثم المصباح الواحد هكذا ضائرة فوسطها في الواحد. ثم نواصل باستعمال الاسلاك التوصيل. جهة التيار ابنائي من الافضل نبينها بآه الان مغاير. سواء نديروا معناها الاسهم في اسلاك توصيل ولا خارج اسلاك توصيل نديرهم في الاسلاك مباشرة هكذا. معناها من القطب الموجب للمولد الى القطب السالب. معناها يدور ويعود يقول لها عند القطب السالب. بتنسوش ابنائي هذا السؤال مبينا جهة التيار اكثرية تلميذ نسوه. يديروش جهة التيار الكهربائي هذا ندلنا السؤال ثلاثة ثم السؤال الذي يليه طالب الأستاذ من أحد التلاميذ في أحد الأفواج بيوضع سلك ناقل بين طرفين مصباح الإثنان ركزه مصباح الإثنان دير بين طرفيه سلكا ناقلا كما هو مضح في الشكل ثلاثة ثم نواصل رابعا ماذا يحدث في الدار الكهربائي يا أبنائي في هذه الحالة نحن قمنا باستقصار المصباح الإثنان معنى مدام ذننا السلك ناقل بين طرفيه قمنا باستقصاره المعنى في الربط على التسلسل لما نستقصر أحد العناصر يبقى الثاني متوهج عادي وينطفئ ذلك العنصر مستقصر هذه القاعدة إذن ماذا نقول هنا ينطفئ المصباح الإثنان ويتوهج الواحد عادي إذن ماذا يحدث في الدار الكهربائي أسوأ الأربعة إذن ينطفئ المصباح آل إثنان ويبقى المصباح آل واحد متوهج أو مشتغل قامته هج عادي ماذا نقول عن المصباح الإثنان في هذه الحالة مدام ذننا السلك ناقل نقول عنه أنه مستقصر إذن عنصر مستقصر أو مصباح مستقصر إذن نقول عن المصباح آل إثنان أنه مستقصر السؤال الذي يليه سادسا اقترح عنصرين كهربائيين يتوجب علينا ضمهم في الدارة لحماية العناصر الكهربائية والإنسان من خطر طيار كهربائي أبنائي هنا لو كان معناه يحدث استقصار للمصباحين معا ستستقصر كل الدارة وممكن أن يحترق تحترق بطاريا وتسخن والاستقصار نحن نعلم بأن فيه خطورة على الأجهزة والإنسان خاصة معناه عندما يحدث في المنازل ما هم العنصرين لنجم ديرهم كعناصر حماية أول عنصر قرينها أبنائي هو المنصاهرة بحيث إذا مر طيار كهربائي معناه كبير شدته كبيرة ينصاهر سلكها ومعناه تصبح الضارة مفتوحة من يصاهر معناه تفتح الضارة وبهذا نكون قد حمينا العناصر الكهربائية الأجهزة وأيضا حماية الإنسان نستعمل قاطع كهربائي أو يسمى قاطع آلي يقطع الطيار آليا أو يدويا في حالة حدود تسرب للطيار أو في حالة ارتفاع المفاجئ للطيار إلى غيره إذن العنصرين شاهما إذن سادسا العنصرين شاهما إذن عنا المنصاهرة لحماية الأجهزة والقاطع الكهربائي ولا نسموه القاطع الآلي عنا زشت عصوالة هذا هو التمني الثاني ننتقل إلى الوضع الإدماجي أبنائي إذن واجهت عائلة تذيقك محمد تعوبة في التحكم في مصباح رواقي منزلهم بحيث يتم التحكم فيهم من مكان واحد فقط وهذا ما أتعبهم بحيث يضطر الشخص للانتقال لآخر الرواق من أجل إشعال مصباح أو إطفائه معناها لكان مثلا كانوا يشعلوا من مكان واحد مصباح لكن واحد هنا يضطر يروح تال هنا بيشعل المصباح ولكن فاقترحت عليهم أنت بما أنك تلميث في سنة أولى متوسط ودرس هذا الدرس دار كهربائي يتسمحوا لهم بالتحكم في مصباح من مكانين مختلفين من تشوفوا تحكم في مصباح من مكانين مختلفين أقل لك شكل أربع أنت قتلحت عليهم هذا الشكل فيها قاطعة واحد قاطعة اثنين ومصباح واحد أو عدة مصابح ما هو نوع الضارة كهربائية التي اقترحتها عليهم مع ذكر مكانين نجد فيهما نفس هذا النوع من الضارة كهربائية إذن ما هي الضارة التي اقترحت عليهم فيها قاطعتين هكذا تسمى قاطعة أو عفوا دارة ذهاب وإياب أو قد دارة ذهاب إياب فايفيا إذن الوضعية بكل بساطة السؤال الأول سهل جدا الوضعية الإذماجية ومقترحة بقوة إذن إذماجية سؤال واحد شاقترحت عليهم إذن دارة كهربائية من نوع ذهاب شرطة إياب معناه أو ذهاب وإياب فايفيا قال لك أعطيني مكانين معنى فيهم نفس هذا هذه الدارة ولا يستعمل فيهم نفس هذه الدارة إذن المكانين معنى هلين يستعملوا فيهم هذه الدارة مثلا نختار رواق المستشفى مثلا رواق المستشفى أو مثلا رواق المتوسطة معنى هدوما نجي في الرواق رواق المتوسطة أو السلالم معنى سلم الدرج واحد يكون لنفوغا ما يضطرش هو تحت بيطة في الضولة إذن السلالم إلى غيره من الأماكن الأبنائي السؤال الذي يليه بالاعتماد على الشكل خمسة قال لك احتمد الآن على هذا الشكل بطارية 4.5 V أو فورت مصباح 9 V أو فورت قاطعتان فيهما ثلاث مرابط ركزوا ثلاث مرابط ما هو نوع القاطعة المستعملة في هذه التركيبة إذن في الدار الذهب وإياب قاطعة الذهب وإياب إذن بيقول بساطة إذن ثنين قلوا له قاطعة ذهب إياب إذن قاطعة ذهب شرط إياب قال لك وما هو عدد مرابطها حزبته 1 زو شلاث 1 زو شلاث نحن نعرف بلالبسيطة فيها مربطين ها هي البسيطة فيها مربطين أما تعد ذهب وإياب إذن قال لك ما هو عدد مرابطها إذن قلوا له عدد مرابطها هو ثلاثة ثلاث مرابط ثلاث مرابط السؤال أربعة أبنائي أو ثلاثة عفوا كيف يكون توهج المصباح في هذه الحالة علين الآن نروح من يقول لك توهج عنها توهج ضعيف توهج العادي أو الجيد توهج القوي نقارن دلالة المصباح بدلالة البطارية ركزوا دلالة البطارية أصغر من دلالة المصباح معناها قد تعطيها طاقة صغيرة لرهم احتاجها إذن كيف يكون توهج المصباح يكون تواهج المصباح أبنائي في هذه الحالة ضعيف علل التعليل لأن دلالة البطارية أصغر من دلالة المصباح بكل بساطة إذن السؤال الثلاثة هل تشوفوا باللي موضوع شامل جدا لكل الدروس إذن يكون تواهج المصباح ضعيف التعليل لماذا؟ لأن دلالة البطارية أصغر أو أقل من دلالة المصباح ونجدون بين الله بل لي 4.5 فولت أصغر من 9 فولت المصباح رهي صغير على دلالة البطارية أبنائي بكل بساطة آخر سؤال أرسم مخطط نظامي موافق لهذه التركيبة الكهربائية شاه فيها بطارية مصباح قاطعتين ذهبوئية سهلا إذن هذه الدارة لأن دارسين هاي دات مرات أول شيء أبنائي نرسموه نرسموه بطارية إذن بطارية تعنا فيها قطب موجب وقطب سالب هكذا ثم ماذا؟ أبنائي حرزوا تديروا قاطعة بسيطة هنا هنا لا يوجد قاطعة بسيطة بل يوجد قاطعتين ذهب وإياب نواصل بأسلك التوصيل نرسم المصباح من هذه الجهة مثلما تم وضعه في معنى في شكل خمسة أكون أريكم إذن هكذا إذن ركزوا أن المصباح موجود أبنائي أين؟ موجود من جهة اليسار هاها بين ذي المصباحنا ضائرة في وسطها ماذا؟ العالمة فيه ثم قاطعتين هم القاطعتين من نوع ذهب وإياب إذن فيهم ثلاث مرابط مربط الأول الثاني الثالث الأول الثاني الثالث إذن نرطوا ما بين المرابط بأسلك توصيل هكذا إذن ونديروا معنى نديروا في حالة المصباح منكم توهج معنى نديرهم في زوج بالتحتها هكذا إذن هذه هي الضارة تعنا وهذه إجابة عن سؤال أربعة إذن الرسم هارا نرسلنا الرسم تعنا وهنا أبنائي نكونوا قد أنهينا حل هذا النموذج الرائع والمقترح في الآخر أبنائي نتمنى لكم التوفيق والسادة والنجاح ما تنسوا نشمي صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته